افتتح الشيخ جمال القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في الحمرية مهرجان الحمرية للطفل في دورته الثامنة الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في القرية التراثية في مدينة الحمرية ويستمر حتى الثلاثين من ديسمبر الجاري ويأتي اطلاق المهرجان بالتزامن مع عطلة الشتاء المدرسية لاستقطاب الأطفال وعائلاتهم ضمن حزمة من العاب الترفيهية والورش التعليمية والحرف اليدوية بالإضافة إلى عرض منتجات الأسر المنتجة ويضم المهرجان العديد من الأركان ومنها ركن لننطلق نحو الفضاء وركن التسامح وركن الألعاب الشعبية وركن البرامج التفقيفية والورش الفنية وركن مشاريع الشباب وركن الأسر المنتجة وركن الألعاب الترفيهية وركن المسرح وركن الخيول كما يستضيف المسرح العديد من البرامج الترفيهية والمسابقات الثقافية لزواره من الأطفال والكبار على مدار أيام المهرجان اشتركوا في القناة